قال وزر الأوقاف وشؤوني والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل إن المسلم بإمكانه أداء صلاة الترويح في بيته منفرداً أو جماعة مع عائلته وأشار الخلايل خلال خطبة صلاة الجمعة إلى أن رمضان هو شهر الصبر داعياً الصائمين إلى التحلي بأداب رمضان وأخلاق الإسلام والتعالي عن الخصومات والمنازعات وأشدد الخلايل على أن المسلم مأجور على قيام رمضان حتى لو كان في بيته صلاة الترويح أيها الإخوة يستطيع المسلم أن يصليها في بيته منفرداً ويصليها جماعةً مع زوجته مع أبنائه مع أطفاله يستطيع الإنسان أن يصليها نحن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى جعل لنا الأرض مسجداً وجعل لنا تربتها طهوراً